ارتبط اسم دونالد ترامب بمشروع 2025 من أول ما ترشح الانتخابات الرئاسية شو هو هالمشروع؟ مشروع 2025 أو مشروع الانتقال الرئاسي وضعته مؤسسة هيريتج وبيجمع أكثر من 100 منظمة محافزة للتحضير لإدارة انتقالية للرئيس الجديد إذا كان من المحافزين وبيدعي المشروع أنه هدفه إسقاط الدولة العميئة وإعادة الحكومة للشعب بيشدد المشروع أنه مستقل وما بيتعامل مع مرشح رئيسي محدد وخصوصا ترامب اللي صرح أنه ما بيعرف شيء عن المشروع واعتبر بعض نئاته سخيفة ومزرية بس بزيت الوقت بيتألف فريق المشروع من بول دانس وسبنسر كريتيان وتروب هامنوي اللي كانوا مواصفين بمواقع مهمة بعهد ترامب بالإضافة لهذا الشيء المرشح لمنصب نيب ترامب جيدي فانس هو اللي كتب المقدمة لكتاب رئيس مؤسسة هيرتج ومدح فيها مضمون المشروع واعتبره سلاح أساسي بظل الصعوبات الحالية بيتناول المشروع مجموعة من الأضايا السياسية والاجتماعية المهمة إسرائيل والشرع الأوسط بيديعي المشروع لضرورية الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل حتى تدافع عن حالة وبيطالب بوضع مثاء أمني للشرع الأوسط مع إسرائيل ودول عربية إيران بيطالب بمنع التكنولوجيا النووية عن إيران الشي اللي بيعني فرض وتوسيع عقوبة إدارة ترامب الهجرة بيشجع على استكمال الجدار الفاصل مع المكسيك لإبعاد كل من بينتهي قوانين الهجرة الأجهاد بيشجع على السياسات المؤيدة للحياة وبيطالب الكونغرس بمنع التمويل للأجهاد إنفاء الحكومة بيدعي للعمل المصرف الحر وتخفيض إنفاء الحكومة للحد من التضخم تعليم بيشجع إلغاء بزارة التعليم حتى تسيطر الحكومة المحلية بكل ولاية على الأرارات التربوية قبل ترشحة للرئاسة انتقدت كمالة هارس المشروع واتهمت مستشاري ترامب بوضعه لتحويل أميركا لديكتاتورية وفق بايدن على تصريحات نيبته واعتبر إنه المشروع مضطرف وكتبوه أقرب الناس لترامب ولازم يخوف كل مواطن أميركا ترجمة نانسي قنقر